أعلن مناصق العام للحوار الوطني دياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه السابع غدا السبت بمقر الأكدامية الوطنية لتدريب بمدينة السادس من أكتوبر وأضاف رشوان أنه من المقرر أن يعقد المجلس لقاء تعرفيا مع المقررين العموميين والمقررين العمومين المساعدين للمحاورة الرئيسية ثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية وكذلك الاستماع لوجهات نظرهم والبت في وضع مهام مقرر اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية التي سيضعها المجلس وإعمالا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار فسوف يصدر مجلس النواب أو الأمناء فور انتهاء اجتماعه بيانا يرسل وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات اشتركوا في القناة